اشتركوا في القناة بدون يعني انك تدور وتبحث على المعلومة انا اول باول بنزل لكم جديد البرامج تحديثات البرامج اهم الشرحات وحل اغلب المشاكل لاجهزة الايفون والايباد واجهزة ابل بصفة عامة افتحت موقع بنفس اسمي حدايدي دوت كوم الموقع جدا سهل والتصفح فيه جدا بسيط بنزل لكم فيه اغلب اللي بيكون عندي بالقناة اليوتيوب او لو فيه اشياء ما تنزل عندي بالقناة باليوتيوب بحاول بنزلها هنا وبفصلها هنا بشكل اوسع وبيكون فيه الكتابات جدا رائعة هنا قسمت لكم هو ملفات النظام او الايتونز ان كنت حابب تحمل الايتونز وكافة شرحات الايتونز هنا المراجعات لو اشتريت جهاز معين حابب انكم تطلعوا عليه وشرحتوا هنا بيكون فيه تطبيق الاسبوع هنا الجوال بالنسبة للجوال لو دخلت فيه عندك تطبيقات منفصلة بموضوع لحالها الالعاب لحالها الشرحات لحالها المشاكل والكمبيوتر ان شاء الله بيكون فيه للماك وللويندوز وهنا فقرة الاخبار وهنا بتلاقي قناتي لشرحاتي على اليوتيوب هنا اذا كنت حابب تتابع صفحتي على الفيسبوك او تتابعني على تويتر او على جوجل بلاس هنا بتلاقي اخرى المواضيع هنا بتلاقي المواضيع مقسمة بشكل مرتب وبشكل بسيط لو دخلتها بتشوفوا بهذا الشكل فاتمنى لكم التوفيق وتمنى لكم الاستفادة لو انت بتتصفح من الكمبيوتر بيكون شكل الموقع بهذا الشكل يعني شكله مناسب ولو انت حابب تتصفح من جوالك بعطيك برضو طريقة جدا جميلة انك تنزلوا على سطح المكتب عندك بالجوال بتدخل على متصفح سفاري وبتكتب هنا برضو بحط لكم العنوان اسفل مكتب الشرح باليوتيوب بتكتب حدايدي دوت كوم بعدين تعطيه جو بتفتح لك عندك الموقع طيب عشان مو كل مرة تكتب نفس العنوان بتيجي عند الساهم هذا اللي هنا بتضغط عليه وبتقول له اضافة الى سطح المكتب اللي هو هذا الخيار هنا بيجيك مدونة محمد حدايدي ممكن تسميها اي شيء ممكن تسميها صفحة البرامج صفحة الشرحات المشاكل حط اسمك انت على راحتك بعدين اضغط اد او اضافة بتلاقي اضاف لك هي كأنها برنامج على سطح جوالك يعني كل مرة بتدخل هو بيحدث نفس الصفحة بيجيب لك اخر موضوع انا نزلت وبيجيب لك هو في اول صفحة يعني مثلا هنا فتح صندوق لو ضغطنا عليه بيدخلك على الموضوع نفسه وشرحه وكامل كل شيء وهنا القائمة لو حابب تتصفح القائمة ادخل على اللي انت تبغى مثلا دخلنا على العاب بيجيب لك موضوعات الالعاب روابط التحميلات كلها وكل شيء بتلاقيه بشكل مرتب يعطيكم الف عافية لا تنسونا من لايك والسبسكرايب بالقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة